السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلبتنا يا عزاء نجدد اللقاء بكم في درسنا لهذا اليوم الذي سوف نتناول فيه ان شاء الله موضوع الحيوانات اللافقرية الرخويات مثل ما تعرفنا في الدرس السابق على الديدان الحلقية والديدان الاصطوانية الخيطية والديدان المسطحة ان شاء الله اليوم سوف نتناول الرخويات هذه الشعبة تعتبر من ثاني أكبر شعبة من شعب عالم الحيوان اللافقري حيث تضم من ثمانين ألف نوع موجود على قيد الحياة تعيش في البيئة المائية البحرية المياه المالحة والمياه العذبة أو المناطق الرطبة يعني في الغابات أو في المناطق الرطبة فيها يعني تكون درجة حارة معتدلة كما أنه هذه الحيوانات تكون سلوميتا يعني حقيقية الجوف الجسمي بالإضافة إلى صفات سوف نتنطرق عليها في هذا الدرس إن شاء الله مثل ما نعرف أنه الجوف الجسمي يكون على ثلاثة أنواع في عالم الحيوان هو جوف الجسمي العديمة الجوف الجسمي مثل الديدان المسطحة تكلمنا وذات جوف الجسمي الكاذب مثل الديدان الخيطية النيماتودا والجوف الجسمي الحقيقي الذي كان في بدأ في الديدان الحلقية ومثل ما تكلمنا يعني عن النوع يعني نعيد لو نرجع الرسم من موجودكم في الكتاب الذي يوضح جوف الجسمي رسم للجوف الجسمي حيث يكون على ثلاثة أنواع كما في الرسم نعم في رسم هذا الرسم التخطيطي الأسلومية تعاليمة الجوف الجسمي يعني لا يحتوي على الجوف الجسمي ومثل ما ذكرنا هو فراغي يقع في الميزودير يعني بين القناة الهضمية وجدار الجسم وذوقت الجوف الجسمي الكاذب السيدوسيلوميتا مثل الراوندور هذا عبارة عن فراغ يقع بين نسمى يعني فراغ يقع بين الميزودير من اندودير أما الفراغ الموجود في الميزودير فقط في الوسط هذا موضح أيضا بالرسم هذا سوف يكون نيوسيلوميتا كما يبدأ من الأناليدا وإلى باقي جميع الكائنات الحية الآن نعود إلى الرخويات الرخويات حيوانات تمتلك صفات أنه مثل تكون ترايو بلاستيك أو يعني ثلاثية الطبقة الميزوديرم والإندودير والإكتودير والطبقات الجنينية الثلاثة كما أنه تكون هذه الحيوانات بداية الفم ماذا نقصد طلاب في بداية الفم مثل ما نعرف أن الحيوانات تنقصب إلى ضوات يعني البرو بروستوما والديتروستوما بروستوما هي أنه الفم يتكون قبل فتحة الشرج والديتروستوما بالعكس المولاسكا تضم مثل ما ذكرنا مجموعة كبيرة من الحيوانات اللي تشمل عندنا مثل كاتب إنكلود سنيلز الحلزون سلقز البزاق والكلامس يعني نوع من الحيوانات اللي تمتلك يعني كلامس صدفة خارجية الصدفة ما تكون مسطحة السكلوباس الصدفة أحادية الأويسترز المحار كطالفش أو سكويتس سكويتس الحبار والأكتوبياس الأخطبوط أند مني أذر أكو أنواع كثيرة هناك الكايتون أو هناك فصل متحجرة تقريبا 35 ألف نوع من أنواع المتحجرة يعني النحوانات قديمة بلان تخطيط الجسم في المولاسكا مثل ما نعرف إنه هناك عدة أصناف من المولاسكا اللي مثل هي يعني تختلف مثل يسموها الجاستروبود بطنية القدم وعدنا ذات الباي فالف ذات الصدفتين أو الثنائية يعني ذات المصراعين مثل المحار وعدنا هناك السيفالوبود الرأسية القدم مثل الأخطبوط لهذا سوف نتكلم عن بصورة عامة لأن الأجزاء الرئيسية في الجسم خلالك مولاسكا هاف ديستنز بايلاترالي سيمتري يعني تكون فنائية أو جانبية التناظر بايلاترال سيمتري ذير دايجستف تمتلك قناة هضمية متكاملة تبدأ بفتحة الفم وتلتي بفتحة المخرج وبالإضافة يعني سوف نتكلم عن القناة هضمية التي يعني نتكلم عنها إن شاء الله عندما نصلها إكسكرتوري الجهاز الإخراج هنا الجهاز الإبراز يكون جدا متطور يعني لاحظنا أنه الجهاز مر علينا بمراحل كان جهاز دوران العفو جهاز الإخراج كان عن خلايا لهبية أو تراكيب إلى أن نصلنا إلى هنا نفريديا سوف نطلق عليه نفريديا يعني بداية ظهور الكلية تمتلك أعضاء تكاثرية كلها مختزلة مختزلة كتلة فيزيرال ماس ما هو يعني الكتلة الإحشائية أو الكتلة الحشوية اللي بداخل الجسم وتمتلك تمتلك يعني الحيوانات الرخوية المولاسكا تمتلك قدم عضلي للتفكير مولاسكا كلمة لاتينية معناها soft body يعني جسم اللين دوات الجسم اللين القدم هنا يعني يعتبر من اسمه يعني يعتبر locomotion يعني locomotion يعني وسيلة للحركة وفيه وظائف أخرى سوف نتطرق عليها إن شاء الله فولتسونك طية أوفن يعني طييتين غاربا تحيط الجهة الظهرية من الجسم تغطيه بالله تسمى يعني تقع بين الفازرالماس والصدفة تسمى المانتل أو العباءة يعني العباءة معظم يعني في الصم إن صم مولاسكا تعمل على شكل رئة خاصة يعني الرخويات اللي تعيش على اليابسة هنا يتكلم عن آلية التنفس في الرخويات الذوات يعني اللي تعيش في الماء تتنفس عن طريق الخياشيم أو القلز الغلاصم والخياشيم هنا عبارة عن تراكيب خيطية فيلمنتس تراكيب خيطية بسيطة تكون يعني أشهر نشبه الكومية تشبه يعني السجادة أو المحفورة يعني في نهايتها تكون الخيوط نهاية السجادة هالشكل فيلمنتس عبارة يعني غنية بلاوية دموية هذه ساعد ساعد على عملية تبادل الغازي يعني هذا من يعني وظيفة الخياشيم موجودة في المانتل يتكلم هنا عن العملية التي تن فيها أنه تستخلص خمسين بالمئة أو أكثر من الأكسجين المذاف في الماء مرعاة من خلالها ومن ثم يعني فائدتها لماذا يعني زيادة المساحة السطحية هي الفلمنتس أو الخياشيم وتكون سنتكلم أنه صفة أخرى مميزة في المراسكة في هذه الشعبة أنه تحتوي على صدفة هذه الصدفة أو تكون صلبة موقع خارجي تكون غنية بالبروتين وتستخدم الحماية وتتكون عادة من كاربونات الكاليسيوم يعني اللي يكون هذه الطبقة هي طبقة المانتل وهنا يتكلم بعدين إلى النوع باي ذات المصراعين مثل المحار كيف أنه تتكون اللؤ اللؤ مثل ما نعرف أنه تتكون الجسم غريب عندما يدخل بين المانتل والقشرة هذا يؤدي إلى الاحتكاك لهذا يلجأ الحيوان إلى أنه يفرز كاربونات الكاليسيوم على هذه اللؤلؤ أو مرور الزمن تكون عندنا اللؤلؤ أو على هذه الدقيقة الجسم الغريب الفورين أوبجيكت هذا بالنسبة للشيرد يتكلم هنا في الرخويات البحرية هناك عملية مستمر كونتينيوان ستريم ووتر باستز انتو أند أوت أوف منتل كافيتي لماذا ذكرنا أنه يحمل الماء يعني تدفق الماء المستمر على المانتل لأنه توجد هناك الخياشيم بعملة الجاسيك اسشيانج مثل ما ذكرنا هذه العملية كما يقوم بجلب الطعام خاصة عندك المحار التغذية فيه الحيوانات الرخويات ثلاث عنوار أكلات الأعشاب أولا التغذية الترشيحية في المحار لا تمتلك ثم والتغذية على النباتات أكلات النباتات مثل الحلزون وأكلات اللحوم مثل الاخطبوط والحبار هنا التغذية الترشيحية فيه في المحار كيف انه تتغذى. كمان هنا يتكلم انه الماء يحمل القميتات للتكاثر الى الخارج. القدم العضلي في المناسكة هناك هو وسيلة للحركة. كما انه هو عنده بوظائف اخرى مثل الاتصاق. الفود كابتشر. التقاط الطعام لهذا التحور موجود في السكوات. الحبار. الاخطبط. او تكون يعني القدم فيه هذه الصفات او هذه الوظائف مجتمعة فيه. يعني مثل الحلزون يفرز مادة مخاطية هذي تساعدوا على الانزلاق. اه 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 اقلاد ان يقدمTheSiphatic. انه مستطيعون انتire Siphaf силوبوداblindكم في الرأسيهة القدم مثل السكوات و الانكتوب with a food divide. ينقسم الى الاذرع. يعني تعرفون انت الاخطابط. انอกلikum تشاهدين بالأفلام الوثائقية او انه يحتوي على مجسات او اذرع. هاي الأذرع يعني هي تحور على القدم أما في الرخويات اللي تعيش في القرب من السطح هذا يتحول إلى زعنفة يساعدها على السباحة يعني موديفايد انتوينج لايك بروجيكشنز أو ثن فنز زعنفة رقيقة جدا هذه مجموعة صفات يعني يتكلم عنها مهمة للمولاسكا هنا تركيب عدنا ذراديولا الرديولا هو اللسان لسان يعني يقل لك يشبه اللسان تركيب خشن مثل المبرد هذا العضو يستخدم للتغذية حيث هذا الراديولا يتكون أساسا من ألاف التراكب الأبرية الصغيرة الكايتونز أسنان كايتينية مرتبة على الطوء يعني على تحيط به خاصا بالكاستروبودا الحلزون يعني رأسية القدم أو العفو بطنية القدم تشميع لدينا السنيلز البزاق يعني القريبة منهم هذه تستخدم مثل ما قلنا يخلك يعني قشط الطحالة من على الصخور تغذيتها نباتية مثل ما ذكرنا أو بعض المواد التي تساعدها التغذية ومن ثم يقوم بنقل الغذاء إلى القناة الأهضمية الديجستث التركت أما عندك أضر قاستروبودا يعني اللي تقوم بعملية الإهتيام الفريسة يعني يتحول الراديولا يعني يقوم بعملية مزرف أو دريل يعني يقوم باختراق يعني اختراق الحيوانات الأخرى واستخلاص الطعام منها هناك يعني هنا يتكلم أنه نوع من الحلزون يزغذ على المحار يعني نشوف لاحظ فقوب على جدران المحار هنا نقطة مهمة أخرى يتكلم عن نظام الدوران أو جهاز الدوران مثل ما نعرف بالحيوانات الفقرية هنا مثل ما تكلمنا في الديدان الحلقية كان النظام جهاز دوران من نوع المغلق أما هنا جهاز دوران من نوع سوف يكون عندنا معظم الحيوانات الرخوية يكون فيها جهاز دوران من نوع المفتوح وبعض منها مثل أكتوبيوس والسكويت يكون من نوع المغلق سوف نعرف السبب مثل ما ذكرنا أنه جهاز دوران في بعض منها يكون مغلق والغالبية مفتوح مراجعة سريعة ما هو جهاز دوران المغلق وما هو جهاز دوران مفتوح الجهاز دوران المغلق يعني يدور الدم مثل ما شاهدنا في الديدان الحلقية في داخل يعني الأوعية الدموية بصورة متصلة لا يخرج خارجها هذه الأوعية يعني من القلب وإلى الأوردة والشراين أما في جهاز دوران من نوع المفتوح يخرج الدم من الأوعية الدموية إلى التجاويف التي تحيط بأعضاء الجسم والأنسجة ومن ثم يعود إلى القلب عن طريق الفتحات الفميمات الأستيم كما ذكرنا سابقا يعني جهاز دوران المفتوح يكون بطيء النظام بطيء لنقل الدم والغذاء فيه أما في الجهاز دوران المغلق يكون النقل الدم فيه سريع لهذا نشوف الحيوانات الأخطابوتس أو الحبار يكون جدا سريعين يعني المفترسين أما الحلزون جدا بطيء يعني يعني يمثل علامة البطء في عالم الحيوان الحيوانات الرخوية أحجامها تتباين بصورة عامة يعني أحجام جدا متباينة يعني من تراكيب جدا صغيرة مثل حلزون أكون وعمل حلزونة مجهرية الشكل مجهرية يعني الحجم إلى الحبار الذي يصل طوله إلى 21 متر أسا نتكلم عن الدوران أنه معادة استفالوبودة يتكون بصورة عامة من ثلاث مضخات أو ثلاث مضخات يعني تقريبا بطين وأذينين يعني الدم الغني بالأكسجين القادم من الغلاصم أو الخياشين بينما البوم الثالث أو المضخة الثالثة سوف تضخ الدم إلى باقي أنسجة الجسم مثل ما ذكرنا أنه الملاصقة تمتلك سيلوم حقيقي هذا السيلوم يأدي تيكو فورم أوف سمول كافيتي أرون ذهارت يعني فراغ بينه حتى يعيد الدم الفضلات مثل ما ذكرنا أنه تمتلك جهاز إخراج الفضلات النيتروجينية تزال بواسطة باي 1 أو 2 تيوبيلار يعني نبيبات صغيرة واحدة أو اثنين من النبيبات تدعى النفريديا النفريديا عبارة يعني إذا كنت تعرفش نفريديا عبارة عن نبيبات واحدة أو اثنتان يعني موجودة في الملاصقة في الرخويات تقوم بإزالة أو التخلص من الفضلات النيتروجينية النفريديا يعني نقول النموذجية يعني تمتلك فتحة قمعية تدعى النفرستوما يعني تكون فيها مجموعة يعني مرتبطة فيها أو عليها توجد على سطحها مرتبة أهداب أكويلد تيوبيل رانز فروم نفرستوما انتو بلادر يجمعه يعني الهل تيوبيل من النفرستوما انتو بلادر إلى المثانة تترد إلى المنتل كافيته يعني من خلالها تطرد الى من المانتل كافيتي باي كونتينيوس بام اوف دي جلز يعني الاجلز باي الحالة تبين لنا ان لها وظيفتين وظيفة الجاز اكسشنج وظيفة اخرى استخلاص او التخلص من الفضلات اا يعني او يعني هالعملية تطرد الى من المانتل كافيتي باي كونتينيوس بام بامنج اوف دي جلز شوكار سالت ووتر واند اضر ميتيريا ري ابزور يعني هنا عندك مركبات يعني ما يعني يعني وعد امتصاصة مثل السكريات مثل السلط املاح المهمة الووتر واند ميتيريا المعادن باي 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 باية جدران النفريدية واند رتن الانيمال بادي عدل الاجلز من الانسان نيد الحتاجة اتشيف بالانس يعني اه يعني هذا الكلام يساعد على الهوموستيوس او التوازن هذي بعض انواع من المولاسكا مثل تمتلك اه 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 او 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 يعني اذا نتكلم موضوع الاخير هو الريبروديكشن ان مولاسكا اه مصد التكاثر في الرخويات يكون تكون الاجناس فيه يعني معظم فيه اجناس التكاثر فيه فقط جنسي ولا يوجد لا جنسي هاي ملاحظة وهناك تكاثر معظم تتكاثر يعني تكاثر اخصاب خارجي وهناك الاجناس منفصي لا ذكر وانثم ميل وانثم فيميل هاي خاصة بالبحرية اما عندك الحيوان الرخويات اللي تعيش على اللاند على البيئة اليابسة تكون هيرموفرديت خنثية يعني تكون تلقح نفسها بنفسها المحار المحار يعني هيرموفرديت ولكن يعني عنده يعني خنقل الشال سبيشال انه يستطيع انه يغير جنس جنس حسب حرارة الجاو او حسب يعني متغيرات البيئة اه اه يتكلم هنا اذن هيرموفرديت ملاسكة cross cross fertilization يحسب هنا اخصاب ان موسك كم يعني يحصل اخصاب يعني هذي الاخصاب يحصل خلطي ان موسك عادة اما سم سي سلاكس ان او ايستر ار ايبل تشينج فروم دي سيك هاي ذكرنا هاي النقطة انه تغير جنس عدة مرات في الموسم الواحد موسك اكوتيك مولاسكا ان جايد ان جايد ان اكستر نال فرتيليزيشن يعني الاخصاب يكون خارجي يعني الذكر يطرح الانسة تطرح البيئة المالتة ثم يطرح الذكر دفقة من الحيوانات المنوية والتم ميت الاخصاب و اكوتيك اكوتيك عندها هذه يعني شرح نها تعيش على البيئة اليابسة تكون شوية قاسية سنتكلم عن المراسك اللي تعيش في البحار او المائية هذا تخص بالبيضة واللاقحة رح تنمو الى سابحة تسمى ترايكوفورا ترايكوفورا هذه اشو يكون شكلها مرحلة ترايكوفورا مرحلة شكلها ترايكوفورا تكون سابحة وتمتلك طوق من الاهداب توجد في وسط الجسم هذه اللارفا وتقوم موجودة موجودة الحلزون المائي والباي فال اما المرحلة الثانية يتعال فيلغر الفلغر يعني يأتي بعد طور الترايكوفورا يمتلق قدم هنا يبدأ عنده يتكون القدم والشيل الصدفة يعني هو الدرع مالتها العباء ترايكوفورا يعني 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 بصورة حرة في الماء او بصورة واسعة منتشرة في المحيطات وهذا يساعد انه يعني تنتشر الى اماكن جديدة وهنا هاي دورة الحياة هنا الاج البيض المخصبة هنا الترايكوفورا هذا التركيب ترايكوفورا هذا الطوق من الاهداب ساعد على السباحة ثم تتطور الى الفولغيرا الفولغيرا اللي تحتوي على قدم فوت وعلى الشيلد الصدفة وهذا يساعد على السباحة والانتشار في اماكن جديدة ثم سبيت يعني ادلت اويستر يعني تصبح بالغة هذا ما يعني يعني امتهت موضوع عندنا المولاسكا هنا التذكير لبعض البنقات المهمة يعني الحيوانات اللي تمتلك جوف جسمي حقيقي مولاسكا وار امونج ايرليست انيمال تو افولف افيسينت اكسكراتوري سيستم تمتلك يعني جهاز يعني جهاز متطور اجهزة عديدة متطورة مثل الجهاز الهضمي اللي يتكاوم بالفام واللسان مالتو الريديو ثم القناة الهضمية يعني اللي يتكاوم من غدد هضمية للصف فيه ومن ثم الى المعدة والامعاء وفتحة المخرج كما انه تمتلك جهاز عصبي متطور يتكون من الدماغ اللي يتكون من ثلاث اقد عصبية ثلاث اقد عصبية وتنبثق منها اعصاب شبكية يعني بالطول وفي العرض واعضاء حس متطورة هذه جدا خاصة عندك في الاخطبوط يعني حيوان جدا ذكي اعضاء الحس المتطورة يعني تقريبا مشابه للحيوانات الراقية يعني شوف يتكيف مع البيئة لها نشوف حيوان جدا يعني اليابسة على البيئة اليابسة انه المنتل تقوم مقام الرئة التي تتنفس الهواء الجوي الى هنا طلابنا ننهي موضوعنا عن موضوعنا عن الرخويات ارجو ارجو اوفق من الله سبحانه وتعالى في اعطاكم يعني جميع المعلومات عن الرخويات واي سؤال او اي استفسار ان شاء الله انا حاضر استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته